السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا اليوم أول درس لألنا هو تعريفي عن علم الفلك عن الخارطة الفلكية عن يعني ما بدنا نعتبره هو بداية مرحلة التعليم في علم الفلك ولكن هي الأساسيات والملاحظات المهمة اللي لازم أي شخص بده يدخل لعلم الفلك أو مبتدع على علم الفلك إنه يأخذها بعين الاعتبار لأنه كثير من الأشخاص اللي بيستخدموا البرامج أو المواقع اللي إلها علاقة بعلم الفلك بقعوا بخطأ والخطأ هذا دائما أكيد بده يعطيهم نتائج غلط وحسابات غلط وفي نفس اللحظة بيجي بقول لك لا هو الموقع غلط لا أنت استخدمت الطريقة غلط فطلعت معاك النتائج غلط حتى اللي بيجي بدهم يحسبوا الطالع أو بدهم يحسبوا مواضع الكواكب بالنسبة لهم في ساعة ميلادهم في أشياء مهمة جدا لازم تأخذها بعين الاعتبار وبرضو الأشخاص اللي بيدخلوا على علم الفلك مجرد ما دخلوا بصير عندهم نوع من أنواع الصدمة إنه هذا شيء معقد هذا شيء ما بينفهم فعشان هيك يعني بيشوف الكواكب محطوطة شو هات إيش الزوايا هاي إيش الإشارات هاي إيش الليش في أرقامه ليش حط نفس البرج طب وهاي البرج ليش حط نفس البرج وليش يعني وهاي الشحطات هاي الخطوط اللي محطوطة هنا هاي شو معناها آآ يعني بدخل بمرحلة من الخربطة طيب عشان نفهم هاي النقطة خلينا نروح على الموقع التالي ونشوف شو اللي أنا بقصده لو نزلناه هنا هيبقول لك مثلا ماشي اللي هو في نفس اللحظة بديش أحكي باللغة الإنجليزية ومصطلحات باللغة الإنجليزية لأنه أنا بدي الكل يفهم اللي اللغة الإنجليزية ما هو مكتوب أساسا فاهم أنا شو اللي بدي أحكي دخلت على هذا الموقع هايو موقع آآ هذا الموقع من خلاله أنت بتقدر تعرف آآ الكواكب وين موجودة آآ درجتها آآ في أي برج في هاي هذا في اللحظة اللي إحنا موجودين فيها وهاي المواقع أنا مش أني أنا بختار إشي أنا بستخدمه لا هي اللي هيك دخلت عملت سيرتش بس عشان أنا أطلع لكم آآ أشياء ونعمل عليها درسنا لهذا اليوم أنا ما باعتمد على برنامج واحد آآ ما باعتمد على موقع واحد كلها مأخوذي بنفس الحسابات لأنه هذا زي ما حكينا علم ثابت فهي نفس الحسابات نفس الدرجات ولكن تختلف بالمدارس والاجتهادات وهاي اللي عليها المشاكل الكبيرة واللي بتعمل اللغة عندي كثير من الأشخاص اللي بيشتغلوا في علم الفلك فعشان هيك إحنا بنا نبدأ بالإشي الصحيح والأساسي اللي الكل بيستفيد منه بدون ما ندخل عاد بالاجتهادات ورأي فلان بكذا وفلان عارضوا بكذا هذا كله وجع راس يعني أنا من البداية بحكي لكم وجع راس فما تفكروش فيه والله أنت بتحكي هيك بس فلان حكي هيك عن الزاوية هاي هو حر يحكي اللي بدو إياه إن شاء الله كل الدنيا حكت إشي وأنا حكيت إشي ثاني أنا بعطي الأساسيات ما إلي فيهم شو خبصوا وما إلي فيهم شو كذبوا وما إلي شو مصلحتهم في الموضوع هذا عشان هيك ما حدا يجي يقول لي ليش أنت بتحكي عكس فلان هو حر ما لاش علاقة في هذا الموضوع إلك تسمع وإلك إنك تتابع عندك ملاحظة شفتني أخطأت بالنقطة اللي أنا شرحتها شرح ليها بالطريقة الصحيحة وكتبها بالتعليقات شفت إنه رأيك أفضل من رأيي صوبتني بالحلقة اللي وراها بقول لي فلان أنا أخطأت بكذا وفلان صوبني بكذا ولكن تيجي تدخلي في إشي أنا بشرح فيه بأساسيات تجيني في آخر إشي في علم الفلك تبلش تشرح لي بالدرجة وهي الدرجة معكوسة على مين ومين اللي بأثر عليها بشكل أكبر ولا برد عليك لأنه هذا لسه إحنا موصلنا اللي أنا بعرفه واللي عندي من الله عز وجل أكبر من اللي أنت سمعته في حياتك كلها عن علم الفلك من عرب ومن أجانب ولسه بتعلم فعشان هيك بدك تسمع من الأساسيات مش عاجبك أنت زالة مش هاي في حالك عالم بدكش تتعلم اتركنا خلينا إحنا نتعلم ونعلم فعشان هيك يخلينا نبلش طيب أول شيء هاي دخلت أنا هذا الموقع اللي هو أسرو طبعا كلها هي مواقع تجارية يعني ما بعطيك الخدمة المجانية بالكاملة يعني هو بعطيك معلومات بسيطة على أساس أنه أنت تستفيد منها وبرضو في نفس اللحظة يغريك عشان أنت تشترك عشان أنت تأخذ الإشي اللي هو بسوق له ومعظمها هاي مواقع كلها مرتبطة مع بعض يعني بتلاقي إنه واحد عامل الخارطة الفلكية كلهم ما يخدين نفس الخارطة الفلكية ما يخدين الرابط تبعها عشان يخلوا الزائر أن يظل في نفس الصفحة فهذا الموقع مثلا تنزل أنت هنا هاي يحط لك مثلا أول إشي اللوهي الحالية اللي هي الزوايل ومواضع الكواكب وين موجودة طبعا أول شغلة أساسية في علم الفلك بدك تفهمها الرموز هاي شو معناها هاي هاي المجموعة شايفينها هاي أهم شغلة لأنه هاي أنت بدك تعرف الأبراج إيش شي يعني عطول مجرد ما أنك أنت تطلع هاي مثلا هذا برج الثور هذا برج السرطان هذا الجوزاء هذا الحوت هذا الدلو خلص أنت لحالك هذا الحمل بتصير أنت حافظها تنيجي على القسم الثاني واللي هو اللي له علاقة بالكواكب هس الكواكب الأساسية اللي إحنا منركز عليها دائما هي الكواكب الفعالة ما إلي أنا بالاجتهادات الجديدة يعني مثلا أنا بأخذ عندي الشمس القمر عطارد الزهرة المريخ المشتري زحل أورانوس نبتون بلوتو بس اللي بدي ينطلح حاله وبيدي يروح لي على على الشارق والغارب وعلى الكيرون ووين موجود وزواياه والأسهم والسعادة والمشعارة في إيش هذا ولا إلو علاقة بالأساسيات كلها اجتهادات ومبادئها مشتابته والأخطاء فيها كثير والنصب عليها عالي جدا فإحنا إلنا لغاية بلوتو فقط لا غير هذا الإشي اللي منركز عليه كما أنه لما نوصل للزوايا أنه إحنا منشرح الزوايا الأساسية طب ما فيه زوايا أخرى أنا ما بذكرها يعني فمش ضروري أني أذكرها لأنه فعاليتها ما رح تعطيك نتيجة عرفتها ولا ما عرفتها عرفها كمعلومات ولكن كتأثيرات بتدخلك بالحيط لأنك أنت ما رح تستوعب إيش اللي بتنحكها إلا لما تفهم الأساسيات ما فيه واحد بدخل صف أول ثاني ثالث بعدين بنطله وتوجيهي ماشي فلازم تفهم أنت الأساسيات كلها وتعرف كل إشي عندنا نشرح أنا فيه لحلقات موجودة على القناع عن شرح الكواكب لأن شرحه بطريقة ثانية والأبراج بطريقة ثانية والدرجات بطريقة ثانية والعشريات بطريقة ثانية وكل كوكب على العشرية إيش هو وشو اللي بعطيه وإيش إيجابياته وإيش سلبياته بطريقة محايدة يعني يجي واحد يقول آه أنت مستقصد إنك تسيء لموليد برج اللي مش عارف إيش أنت مستقصد لأنه أنت بتحب شئ لا 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 أم محايدة محايدة وبعدين منطلع لأنه إمتى هاي بتكون فعالة وأنت مش فعالة وشو الخواكب اللي بتدعمها يعني إن شاء الله بتصلوا إلى مرحلة إنه بتطلع وتحللوا خارطة فلكية لحالكم هذا المقصود من كل هذا البرنامج التعليمي خلينا ما نضلش نطلع على المواضيع الجانبية لأنه بتعرفوني بحب أرغي أنا وفي ناس بتذايق من الرغي ما بعرف بغرقوا يمكن طيب فأنا زي ما حكينا ما هدول الأساسيات اللي هي الكواكب هاي والبروج الرموز هاي لازم تنحفظ عشان يصير سهل عليك إنك أنت كيف تتعامل مع كل خارطة فلكية وين ما رحت في أي إشي إلو علاقة بالفلك إن كان هندي صيني قديم جديد فارعوني الرموز نفسها والأبراج نفسها والرسمات نفسها فعشان هيك تختلف ممكن في طريقة إنه هاد مطعوج وهذا مش مطعوج هاد مزخري فينو وهذا مش مزخري فينو بس هاي طيب ننزل هنا أي تشارت أوف دا مومنت يعني الخارطة الآن مني جي منك بس عليها هيك هاي أعطانا إحنا الخارطة الآن كيف هس هاي الخارطة اللي بيجي بطلع عليها بقول لك أوف شو هاد طيب أنا شو بدي فهمني ولا فيها خطوط ولا مجسمة ولا مرسمة مظبوط ولا مش عارف إيش لا 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 هاي خارطة بسيطة جدا للتعارف ولكن الخطأ اللي موجود فيها واللي أنا نبهت عنه إنه هاي الخارطة على أي توقيت لأي بلد الموقع هذا فاتح على أي بلد يعني هاي بتمثلني أنا في الأردن مثلا لا لأنه هاي تايم زون معطيني صفر بعد منتصف الليل بتسعة وثلاثين دقيقة معناته هذا بحسب على توقيت جرينج معناته أنا بدي أقعد أزيد وألعب الرياضيات ومدد وقصر عشان أنا تطلع معي الحسابات بالشكل الصحيح للخارطة الحالية وأنا في الأردن كيف موجودة وباش رح بعطيك الخارطة وبعطيك مواقعها وبعطيك زواياها الحالية الفعالة والمش فعالة المتصلة والغير متصلة اللي إحنا سبق ولمحنا لها فعشان هيك دائما اللي بدي أعمل الخارطة الفلكية أو بدي يدخل بياناته لازم يتأكد إنه هو يحط المعلومات الصحيحة ماشي فهاي صورة هاي نمط من أنواع الخارطة الفلكية إنه بيجي بحط لك بس الخطوط عليها وخلص تيجي لو حكيت له هي بدي أنا وين تكبيرها هي لارج هيكبرها وأعطيني إياها بس بالشرحات بس إنه هاي مختصرات وصلت المعلومة يعني إنه لازم تتأكد إنه هاي مثلا هنا هاي يحط لك تايم زون مثلا حط لك يا إنه هو في توقيت البلد حط لك يا 2339 التايم زون اللي هو توقيت عالمي عادة اللي هو جرينيج حاطه إنه صفر 39 وهذا طبعا هاي الخارطة ما بتمثلني بس بتعطيني أنا للكواكب البطيئة المواقع هيك كصورة عامة أما شخص عادي معناته راح يضيع في الموضوع معناته هذا الإشي أنا ما راح سفيد منه هو رابط أساسا من موقع آخر فإنه تدخل عشان نتعدلها ما راح تزبط معك التعديلات لأنه بده يقول لك بدك تشترك فهنا ما استفدنا من هذا الموضوع منسكر هاي ومنرجع على الموقع الثاني الموقع الثاني هذا نفس الإشي معطيني إنه التاريخ أنا عندي يعني مثلا أنا بدأت أنا بفجر الآن أو بصباح يوم 27 أربع ولكن على الموقع هنا معطينين وهي إبريل 26 تايمزون نفس الإشي 23 و28 دقيقة بتوقيت معناته في خطأ هاي المعلومات أنا لو أخذها وأجي بدي أحكي فيها تطلع كلها معلومات خاطئة إلا إذا أنا بدي أحكي بإشي بتوقيت ما بدي أحكي إشي بتوقيت البلد اللي أنا فيه فعشان تطلع معي أعدل الخارطة هاي وأجيبها بالشكل الصحيح إذا أنا بدي أحكي عن الأردن باجي على منطقة هون هاي اللي تينج تيور لوكيشن زون والتوقيت أنا بدي هي بجرينتش ولا بدي هي بتوقيت البلد أهم إيك أنا أنا على الأردن طيب طيب خلينا هسا نشرح شوي إيش هاي هاي اللي موجود والدام شو معناها شو هي هاي اتمثل علم الفلك لرسم الكون بهاي الدائرة يعني كل الكون اللي أنت شايفه هو في هاي الدائرة محدود نجي نقول كيف يعني نكبر شوي لا لا ما نكبر عن نفس البرنامج نجي نطلع هاي الدائرة الداخلية اللي جو هاي هاي الكرة الأرضية هذا المكان اللي احنا عايشين عليه ماشي هذا اللي بره هيك هاي الكواكب اللي موجود هاي كلها هاي السماء بكل كواكب ها هاد العمود اللي شايفين هاد هيك الخط هاد اللي موجود هون هاي الأرض بالمكان اللي انت عايش فيه يعني أنا بدأ عاتها برحال اني هاي سطح الأرض وانا عايش هون يعني يعد في هذا النقطة في الوسط هيك هاي أنا هيك ببلش أفهم شو يعني خارطة فلكية أوكي هسه مجرد ما أنا اطلعت عليها هيك خلص هيك أنا قسمت الخارطة الفلكية اعرفت انه هذا الفترة اللي أنا هسه موجود عندي بما انه الشمس موجود تحت يعني بما انه الشمس موجود تحت معناته أنا في الليل هاي المنطقة المظلمة والقمر تحت معناته لا في قمر ولا في شمس بها اللحظة معناته هاي فترة الظلام الليل وهذا الاساس فهو أنا بعرف هذا الجزء اللي فوق هيك هذا النهار هذا الوقت اللي أنا فيه حاليا وهذا الوقت اللي من الجزء الاخر من الكرة الارضية بنهار لو اجيت بلاقي هدول اللي تحت صار فوق وصير هذا نهاري وهذا ليلي فعشان هيك يجى مصطلح في علم الفلك انه برج الثور مولود فترة الليل يختلف صفاته عن مولود فترة النهار او اول ما بيسأله بيسأله بيقول له انت مولود بالليل ولا بالنهار بده يحدد لانه هذا له صفات وهذا له صفات اوكي طيب هاي وصلت الان هاي النقطة اللي هي بعلم الفلك اللي هي المفتاح احنا منسميها ليش مفتاح لانه هاي النقطة هذا الخط هيك وبكون طالع لهون وعامل سهم ناش نحكي مصطلحات هسا احنا بتعليمي بتلاقوا مكتوب هنا على جنب السهم هنا محدود اس س هس مختصرها اللي هو الشارق اللي هو الشروق بمعنى اخر ليش لانه من هنا بتطلع الشمس يعني لما تلف هاي الخارطة هيك بتلف بالاتجاه هاد بتطلع من هون فهون اول ما تبلش الشمس بده تطلع من هون بشروق الشمس تيجي عند المغرب اول ما بتبلش الشمس تغرب بتلاقي الشمس صارت هون بتبلش تنزل هاي المنطقة اللي هون هاي منطقة مثلا هاد برج الدلو الان برج الدلو بالافق بمنطقة شروق الشمس برج الدلو هو المتصدر هو اللي بالافق اللي يسمى حاليا الطالع يعني في علم الفلك لما تيجي تقول واحد انت امت مولود والله انا مولود الساعة ثلاث او ثلاث الفجر تلقائيا ثلاث الفجر احنا مولود برج الثور معناته هذا الشخص مولود برج الثور ولكن لما نقول ثلاث او ثنتين وثلاث واربعين دقيقة فجرا او صباحا معناته منيجي على الخرط الفلكي منيجيها على الدرج هاي بهذا التاريخ بهذا اليوم اللي هو الان المولود اللي بنولد الان هو موليد برج الثور وطالعوا الدلوق ماشي طيب ليش لانه هذا اللي بالأفق هذا اللي اعطى الشعاع الاول للمولود فاخذ من صفات الطالع واخذ من صفات البرج يعني صار عنده صفتين مشتركات وحد منهم اللي هي الصفة العامة اللي هي صفات برج الثور كاملة بوخذها والتأثيرات الكون وتأثيرات الناس وكيف الناس بتتعامل معا وهو ردات فعله وطريقة كيف بتعامل مع الناس هاي اخذها من برج الثور كيف بوكل كيف بشرب شو بحب شو بلبس شو الالوان فالأساسيات صارت هون الطالع هاد اعطى طريق التعامل مع الناس كيف هو بدي يتعامل كيف بفكر كيف نشط ذهنه كيف تركيزه كيف بضحك نكد مش نكد طيب الان هاي الجزء خلينا نيجي على الاشي الاساسي هذا الجزء اللي شايفينه بتلاقي انه برج الطالع او البرج اجمالا اي برج فيه شحطات هاي الشحطات الصغيرة اللي شايفينها فيه شحطات غامقة مثلا طويلة عادية وفيه شحطات لونها الرمادي هاي هاي شو معناها هاي اسمها الدرجات لانه هاي اذا فهمتها بتفهم شو يعني زوايا فلكية الان كل وحدة من هدول ايجوا قالوا هاي اول ما بدنا نقسمها بدنا نقسمها ل ثلاث اقسم كل قسم من هدول زي برج الاسد مثلا بدنا نقسم لثلاث اقسم ايجوا عملوا اللي هي العشريات يالوا ما ضبطتش الناس بتتوه في هاي النقطة وحساب الكواكب بيجي على الدرجات قالوا طيب معناته هاي احسن اشي نيجي نعملها ثلاثين شحطة واحنا منسميها في لغة الفلك ثلاثين درجة يعني كل دقيقة بتمشي او او كل ساعة بتمشي او كل ربع ساعة بتمشي او اضعها لحسب الوقت الدولي لانه في دول مثلا الليل اقصر من النهار فبدو يضطر انه الليل هاد بدو يتقسم على وقت من الغروب للشروق وبدو يمشي عليها هيك هي طريقة الحساب الفلكي في دول الليل بقعد ايام برضو بدت انحسب عليها اشهر فبرضو بدت يتقسم على نفس العبارة وهنا يجو يالو هاي درجات هاي درجات الشمس مثلا عنا احنا هاي ثلاثين درجة معناته ثلاثين يوم او في خلال الشهر بدها تقطع الشمس يعني هي الان مثلا على درجة ستة اي بنحط ستة وجنب هالدائرة معناته هي هاي درجة ستة درجة ستة وثمانية وعشرين يعني ستة فاصلة ثمانية وعشرين من الدرجة الان لو اجينا احنا اطلعنا عليها هنا هي ستة ثمانية وعشرين درجة في برج الثور يعني لسه ما صارت اش سبعة وعشرين هي ما بين ستة وما بين سبعة ما بين ست درجات وسبعة درجات طيب الان هي عشان تقطع نقول والله اليوم بداية مولود برج الثور ماشي معناته هي درجة صفر فاصلة واحد دخلت بلشت في درجة الصفر ودخلت على برج الثور لما تيجي توصل لهاي الدرجة معناته ابن نيجي نقول وصلت تسعة وعشرين فاصلة تسعة خمسة تسعة تسعة وقوة تسعة وخمسين معناته هي على آخر درجة بدها تنتقل من درجة ثلاثين الي الخط وتبلش مجرد ما يالت صفر واحد صفر فاصل واحد معناته هي دخلت عبر جوزاء عيد ميلاد الجوزاء يعني ثلاثين درجة كل برج ثلاثين درجة في نيجي نحسبها ثلاثين بثلاثين 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 من اللي هي تلاتمية وخمسة وستين هي تلاتمية وستين عضوا اللي هي عدد الدرجات لو قسمناها على 12 من لقيها بتقسم على 30 اوكي وانا هاي صارت عملية التقسيمات هيك صارت عملية انه انا حصرت البروج وعملت لها نسب لما ايجو عمله 30 نرجع الاسد لما ايجو عمله 30 قالوا طيب يعممه في عندك انت كل 10 درجات في عندك كوكب بحكم هاي المنطقة وفي عندك كوكب بحكم هاي المنطقة وعندك كوكب بحكم هاي المنطقة فعشان هيك يفصلوها 10 بعشرة بعشرة لانه تلاقي مولود العشرية الاولى يختلف عن الثانية يختلف عن الثالثة ايجو برضو لما دخلوا وتعمقوا كمان وراقبوا اكثر في الكواكب وجدوا انه كل 5 درجات تختلف الخمس الاولى عن الخمس الثانية من العشرية الاولى ونفس الاشي اللي بعدها اللي يسموها اللي هي المنازل والناظر وهي ساعة كذا وساعة الكوكب يعني بالعمق الاكبر ولكن اذا ما فهمت الاساسيات ما رح تفهم الامور الاخرى فهنا اجينا اعرفنا انه البرج بيجي من وين لوين درجاتها متساوية ما بتختلف نهائيا هسا على مر التاريخ اجو اشخاص حاولوا انهم يحشروا اشياء ما هو اي اشي علم لازم يجي شخص ويحاول يتفزز لك في الموضوع عساس انه بدي يعمل لمسته فبيجتهد وبروح بخربط الدنيا كلها بس قلة بتتبعه وبصيره يروجه لهذا الموضوع وقلة يعني بتشك اللي ما عندها علم في الموضوع بتشك في هذا الموضوع يعني من فترة مثلا طلعونا بموال لا هدول اساسا الابراج 13 مش 12 وحيات امك عايش قال في الثعبان طيب شو بتعرف انت عن برج الثعبان هذا البرج بيجي بين كذا وكذا ودفع الكواكب فصار مولود العقرب مش عارف ايش وصار مولود لهذا واخذ من هذا خربط الخارطة الفلكية وعلم الفلك كله على انه الزلم اكتشف علما انه بالقديم يعني من آلاف السنين هاي المسألة موجودة كيف كل خمس درجات اولها بلشو هم كل برج يعني كان هاي الابراج بنفس المسميات اللي انتو بتعرفوها بعدين لما ايجوا قسموها عشريات ايجوا اشخاص يالوا بدل من سمي العشرية الاولى اسد عشرية ثانية اسد عشرية ثالثة اسد لا من سمي العشرية هاي برج وهاي برج وهاي برج باختلفن عن الاسماء طبعا الموجودة فاحسبوه لو بدك تحسب انت اتناش بثلاثة يعني عندك ستة وثلاثين برج هاي اول تقسيمة يعني انت كان هسا بتسمع بستة وثلاثين برج بتسمعش بحلقة يعني ساعد بطلع بحكي لك ستة وثلاثين برج اذا انا بحكي هسا مثلا ربع ساعة اضرب بثلاثة يعني ساعة بدك احكي عن الابراج ايجوا مجموعة ثانية يقالوا لا يا عمي الخمس درجات هاي تعتبر برج كل خمس درجات لانه اخذوها ككوكب ما اخذوها كدرجات وبرضو الاولى اللي حكى انه كل عشرية برج فشلت واللي حكى كل خمس درجات فشلت واللي ايجا بده يحشر الثعبان في النص فانحشر معاه ما زبطت معاه كمان فهاي التقسيم هي الثابتة وهي الادق وهي الصحيحة لانه لو ثبت انه فيه اي حساب جديد بده يعمل ايش صح معناته فيه كثير من الناس بده تجرب عليه وبده تشتغل عليه ولما تقتنع انه هو صحيح وخصوصا من علماء الفلك مش من مدعين علماء الفلك من الناس اللي بتفهم في علم الفلك الفيزيائي مش بس هاي لا يعني انا هسا مثلا فرضا انا مش عالم خليني هيك نحكيها انا مش عالم انا لو اجيت عليها هسا وليت اللي هسا بالورقة والقلم بدي تحسب لي رياضيات وتحدد لي القمر وين ودرجته وحجمه وسرعته وارتفاعه عن الارض وا وا الى ما لنهاية بالورقة والقلم لا بدي تدخل لي لات جداول ولا بدي تدخل لي بحسابات ولا بدي تفتح نت ولا هذا ترجع للعصر الحجري وتحسب بالورقة والقلم زي ما كانوا يحسبوا زمان تقدر تحسبها اه بحسبها ليش؟ لانه انا بعرف بالفيزيا الفلكية عشان هيك بعرف احسبها يدويا واحنا تعلمنا اساسا لما تعلمنا علم الفلك ما كانش فيه كمبيوترات ولا كان فيه جداول ولا كان فيه حسابات كنا بالايد اه اللي بدي يريح راسه معاه فلوس كان يوصي مثلا فيه زي وكالة ناسا مثلا او بعض الاكاديميات اللي في الدول الاوروبية بيبيعوها ع شكل كتاب كان والله هاي كل الدرجات لكل الكواكب بنرجع لها ومنحدد ومنرسم الخارطة الفلكية هاي اللي انتو شايفينها منرسمها بالايد وبعدين منوزع الكواكب كل واحدة على حسب وين كانت وعلى الدرجة يدويا وبالمصطرة منكون نسطر ونحط الزوايا ونحسب الدرجات ونحسب الطالع يدويا وكل اشي يدويا ما كان ولا فيه اشي الو علاقة بالتكنولوجيا هسا التكنولوجيا صارت كبسة زر ما شاء الله بتحدد كل اشي وفيش داعي انك تحسب فكل اللي موجودين هذولا جمعت الكبسة الزر فاذا ما عرف الاساسيات واذا ما عرف الطريقة هاي وعرف هاي الكواكب كيف تحدد انه فيه كوكب جديد وهذا الكوكب وين موجود والبعد تبعه قديش والهاي ما كلها حسابات فيزيائية فيزيا فلك هسا بيجي واحد بيقول لك اه لا انتو بتحاول تقربوا حالك لتبعين علم الفلك اللي هم زي تبعين ناسا واللي بنظروا للكواكب والمجهرات لا يعمي احنا نفس العلم هي الخلاف ما بيننا وبينهم هي مسألة وحدة بالعكس احنا يمكن ادق منهم بحركة وسرعة الكواكب واقترابها وبعدها وطريقة الحساب تبعتنا ادق من حساباتهم هي الفرق ما بيننا وبينهم انو هدولاك جماعة عقلانيين جماعة الفلسفة والمنطق هدولاك بيقول لك هذا كله مالوش تأثير على اشي هذا اشي بس محطوط زيني في السماء ويعني اذا عشان نحسب الموقيت بس يعني اكثر من هيك مالوش علاقة هذا الموضوع بس انو يتفرجوا عليها وموقيت اما الربنا ليش حطها اه شو الحكمة من انها موجودة عشان تتأمل فيها وتتفرج ولا الها دلالات واسقاطات والكون كله مترابط اللي اصرنا اللي هي المجموعة اللي سميت بما بعد بالمنجمين او علم التنجيم الفلكي عشان احنا قررنا انو هذا كله له تأثير على البني ادمين وتأثير على الكون وعن نبات وعلى كل ما خلق رب العالمين لانها هاي كلها اشعاعات ووو طبعا في منهم اقتنع بهذه المعلومة بس بقول لك انا ما بقدرش احكي فيها في منهم اللي اخذ فيها واشتغل فيها خلص وشافها عالم لحاله وفي اللي منهم لحد الان ورح يظلوا موجودين طبعا اللي هو بقول لك لا هذا انا بحسب لك وبشوف وبروع على المريخ وباجي من المريخ وهذا بس انا هذا وظيفتي عما اني انا اقول لهذا اسقاطه على البني ادمين ومش بني ادمين لا ولا نفس الحساب ونفس الدرجات ونفس الاشي بيننا هي نفس الدرجات ما انا بقول لكو انا بجيب معلومات بعد مرات بدخل على شغلة على موقع الناس شو دخل الناس في الاشي اللي احنا بنشتغله اللي هي الكواكب والدرجات والخارطة الفلكية والسرعة والشهوب والامور هاي طبعا احنا هاي بالمختصر يعني هاد الحلقة هي لا جبتلكو كل اشي مع بعض على اساس انه نعطيكو لمحة مبسطة عن علم الفلك اش هو هنا وهاي الارض هون انا بكون واقف هاي شروق هاي الغروب هاي ليل هاي النهار هسا التقسيمات انه هذا العمود اللي بدل انه دروة النهار وهذا دروة الليل هيك هاي الخارطة الفلكية بعدين منيجي على البرج البرج مقسم لدرجات كل شحطة من هدول زي ما حكينا تعتبر درجة نفسها وانا درجات الزوايا لما بدأت تتشكل بتشكل بين درجات يعني لما نيجي نقول بين الاسد والميزان اذا كانت الشمس مثلا بالمنتصف باستصل القمر بالمنتصف هون بتصير هاي زاوية التزديس بنيجي على العقرب ما بين العقرب بين الاسد اجت القمر هون معناته هذا صار تربيع اجت هون النقطة هاي على المنتصف القمر هون معناته صار تثليث اجعل مقابلة اجعل المنتصف مقابل المنتصف هون معناته صار مقابلة لا الشمس والقمر وصلا على نفس الدرجة هون على اثنين صار ان القمر والشمس في نفس الدرجة هاي معناته صار اقتران نفس الاشي من لف على الجهة الثانية نفس العكس يعني نفس الاشي هون كأن نقسمها من الوسط ميزان هاي تثليث نفس الاشي لو كانت الزهرة موجودة هون بصير تثليث يعني بدير تسم مثلث ما بينهم لما نحكي مربع بدير تسم مربع ما بينهم يعني باجي ما بين الاسد للثور بدي اطلع للدلو مثلا من هون وبعدين بدي ارجع من الدلو للعقرب هاي رسمة مربع تزديس معناته بدير تسم عندي شكل المسدس ما بين الابرج مقابلة يعني نقباله مباشرة اقتران يعني يعني هو يعنى نفس الدرجة وصلت المعلومة يعني هاي هيك بالشكل المختصر الان لازم ندخل للاشي الاعمق تفصيلي عشان نفهم اول اشي لازم نفهم البرج ولازم نفهم الكوكب البرج كلكوا عارفين شو البرج ولكن بدنا نحكي بالحلقة القادمة عن الابرج عن العشريات عن الكواكب اللي بتأثر على العشريات وشو بتفصل عن بعض ليش بتتغير شخصية كل عشرية عن الثانية وبعدها منبلش ندخل على الكواكب وتأثر الكواكب وكل كوكب ايش بعطي ايجابيات وسلبيات لما بيكون موجود وكيف نعرف الزاوية اللي بيشكلها وهو ايجابي ولا سلبي بعدها منبلش بالمراحل الاكاديمية مش والله النط من هاي لهاي 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 بتصير فوضى وهيك ببطل شرح علمي عشان هيك قلينا نبدأ باللمحة التعارفية اللي احنا حكيناها هاي وعلما ان هاي اللي انا قلتلكو اياها هسا هاي هاي ارض وهاي من هنا بتطلع الشمس وهي الكواكب وهيك بالليل وهي كل هاذ وهيك بتعرف ولما تشرق الشمس ولما تغرب الشمس كثير من الاشخاص ما بيعرفوها حتى من اللي بتدعو علم الفلك يعني هسا بتبلش الموضوع الجديد انهم يحكوا عنها يلا نعلمهم كيف يكذبوا يلا نجيب لهم اشي جديد هم بيحبوا يكونوا ترند على كل حال ان شاء الله انكو تكونوا لو استفدتوا اللي عنده علم اللي ما عنده علم تكونوا استفدتوا من هاي النقطة ودائما اي برنامج فلكي بدك تمتحنوا انه هو صحيح ولا لا دائما تتطلع على اي اشي بعطيك شروق الشمس عندك وحاول انك تدخل الخرطة الفلكية وتدخلها وتقول الشروق لهاي الدولة اذا كان طبعا فيه اشي انا حكيت عنه ليش بصير فيه اخطاء بالطالع او بالدرجات ما نبهت عنه في البداية الان بداي اجاوب عليه اللي هو التوقيت الصيفي البهدلي اللي احنا عايشين فيها هاي اللي خربطوا فيها الوقت اي التوقيت الصيفي انت لما تدخل اساسا الخرطة الفلكية بيجي بقولك يوم وشهر وسنة وساعة الولادة ومكان الولادة فانت دخلتهم طب ساعة الولادة انت دخلتها توقيت صيفي ولا شتوي فهاي بتفرق معك ساعة وهي بتفرق معك درجات وممكن تفرق معك برج عشان هيك بدك تتأكد يا اما بترجعها لتوقيت العادي اللي هو بدون توقيت توقيت صيفي وبعدين بتدخلها على الموقع يا اما اذا كان الموقع بدعم اللي هي التوقيت الصيفي وتوقيت الشتوي بتقوله لا انا توقيت صيفي انا توقيت شتوي هو بيعدل معدلة عشان تتأكد انت عشان تتأكد انت انه هو صيفي ولا شتوي ابسط طريقة اذا كان امبليكيشن او كان على برنامج كمبيوتر او على الويب سايت او على اي شي ارجع لساعة الشروق دخل ساعة الشروق انت فاذا كان القمع يعني كانت الشمس هو بقولك مثلا عندنا في الاردن الشمس بتشرق الساعة 45 دقيقة اذا على 45 دقيقة الشمس ما كانت هيك هنا بالمنطقة هاي محل العدسة هاي اللي انا حاطها يعني بدل ما هي موجودة هنا تصير هنا بالمنطقة هاي مش بالنص لا بالمنطقة هاي انها بلشت هيك معناته الحساب غلط حساب اذا كانت موجودة هون او موجودة هون معناته الحساب في خطأ يا زايد يا منقص ونفس الاشي عند الوروب اذا ضبطت القاعدة هاي او القاعدة هاي على طول الخط بطلع معك انه انت هيك ضبطت الخرطة الفلكية تبعتك وصارت تعطيك الحسابات على حسب الدولة اللي انت موجود فيها بشكل صحيح اتمنى انها تكون محاضرة يعني 40 دقيقة صارنا بنبرم اتمنى انه اكون افدتكم ولو بمعلومات طفيفة بسيطة وان شاء الله في الايام الجاية رح نرتب نبلش نشرح زي ما حكينا اولي شي بنشرح عن العشريات لانها لازم تنفهم وبعدين بدنا نبلش نشرح عن الكواكب ان شاء الله هيك بنكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة